يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل تجوز الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل الدعوة إلى الإسلام هناك هذه ما تسمى هجرة هذه ما تسمى هجرة هذه عكس الهجرة لكن إذا كان لغرض صحيح وهو الدعوة إلى الله أو لتجارة ويرجع أو لطلب براسة لا يجدها هنا والناس بحاجة إليها فيجوز السفر لهذه الأغراب لما فيها من المصلحة المحقبة مع تمسكه بدين وعدم قامته إلا بقدر الحاجة فقط نافس بذلك نعم